موسيقى شاهدين الكرام مهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم بيت القصيد العمل على خدمة اللغة العربية مهمة سامية وفي ذات الوقت هي مهمة شاقة ينبري إليها الكبار الذين يأخذون على عاتقهم فكرة أنهم ينصرون دينهم أو ينصرون دينهم تماما كما ينصرون عقيدتهم بإيمانهم بهذه اللغة والعمل على نشرها بين أوساط المجتمعات التي ينتسبون إليها أو يكونون حاضرين فيها حتى يمثلوا الرسالة التي ينتسبون إليها ألا وهي رسالة اللغة العالية التي نزل بها القرآن الكريم واللغة العربية مهنة الكبار الذين حملوها عن الرسل ليؤدوا هذه الأمانة بهمة واقتدار الحديث حول اللغة العربية وكذلك في إطار الشعر مع ضيف هذه الحلقة معنا هنا في الإستوديو الشعر السوري الأستاذ محمد الإبراهيم حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت التصيد أستاذ محمد نجاكم الله خيرا وشكرا لكم حافظكم الله أهلا وسهلا بك في الاستهلال لاحظت أنني تحدثت عن مشقة يعانيها الكثير من المعلمين الذين أخذوا على عاتقهم هم هذه اللغة وما زالوا يحملون هذا الهم معلم اللغة العربية بشكل عام حدثنا عن هذه الرسالة السامية نعم بارك الله فيكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وعلى أشرف المعلمين محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم مهنة التعليم من أشرف المهن يا السلام والمعلم هو الذي كان سببا في كل ما نراه من تطور في هذه الدنيا نعم فالمهندس كان طالبا عند المعلم والطبيب كان طالبا عند المعلم أكيد وكل هؤلاء الذين يبنون المجتمع إنما كانوا طلابا عند المعلم وخصوصا معلم اللغة العربية يا السلام أنا أتكلم كوني معلما للغة العربية اللغة العربية لا داعي أن أتكلم عنها فقدرها وشرفها عال لا يحتاج إلى كثير شرح وبسط وتفصيل لكن كيف نوصل هذه اللغة وكيف نخدم هذه اللغة وكيف نجعل هذه اللغة على قدر الشرف التي تحملها يا السلام مهمتنا هنا أن نجمل هذه اللغة هي جميلة نعم وهي شريفة لكن أحيانا تحتاج إلى طريقة تجعلها جميلة وإلى طريقة تجعلها في مكانها الذي تستحق هنا مهمة ودور معلم اللغة العربية هذا الأمر ليس سهلا إلى هذه الدرجة يحتاج إلى عمل دؤوب يحتاج إلى إصرار يحتاج إلى حب قبل كل شيء يجب أن يحب معلم اللغة العربية مهنته أحسن يجب أن يعرف هذه القيمة المنوطة به بعد ذلك إن شاء الله تفتح أمامه كل الطرق لخدمة هذه اللغة العظيمة الجليلة إلى جانب اشتغالك بمهنة التعليم وأنت معلم لغة عربية كما بينت وأوضحت لنا في بداية الحلقة أستاذ محمد لأنك كذلك تبرع في كتابة الشعر العربي وأنت لديك الكثير من القصائد وكتبت من أو منذ سن مبكرة قبل أن نواصل حديثنا فيما يخص اللغة العربية وكذلك أنا أعلم أنك تعلم العربية للناطقين بغيرها قبل الحديث في هذا الموضوع مواضيع أخرى نريد أن تفتتح لنا هذه الحلقة بقصيدة من مقولك لا من قولك أبشر 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 بارك الله فيكم قصيدة قلتها عندما كنت في حالة ضعف نعم في حالة رجاء في حالة خوف في حالة حاجة إلى الله سبحانه وتعالى فهذه القصيدة تندرج تحت موضوع المناجاة قلت إلهي رجوتك رغما جراري وراء الذنوب لقاع الظلم أمرت ولكن عصيت لضعفي وعلمي بعفك يا ذا النعم ومن لي سواك إذا الحال ضاقت وأنت المفرج في كل هم يا سلام ألم بي العسر واشتد دياما ترى ما أصاب وما قد ألم إلهي إذا كنت للمنع أهلا فإنك أهل العطاء والكرم فإنك أهل العطاء والكرم أحسنت زدنا زدنا يا أستاذ محمد أيضا من شعر المناجاة وشعر الوعظ الذي في هذا المجال تفضل قلت لا تبكين على الوسائد فالبكى فوق الوسائد لا يريحك إيما من جديد لا تبكين على الوسائد فالبكى لا تبكين فوق الوسائد لا يريحك إيما واذرف على سجادة دمع الدعا بالصدق تلقى الله منك قريبا يا سلام بالصدق تلقى الله منك قريبا أحسنت أستاذ محمد وسنواصل في هذه القصائد الجميلة التي لا تخلو من حكمة ولا من نصح ولا من أثر ولا كذلك من تجربة غزيرة مررت بها في مشوار حياتك فوثقتها شعرا لا نثرا إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة ومشقة وكذلك البراعة والأدوات والفنيات التي ينبغي أن تتوفر لدى من يعلم العربية للناطقين بغيرها كلمنا عن هذا المشوار الذي عاينت من خلاله الكثير من التجارب وكنت صاحب رسالة أو تجربة خاصة من خلال تعليمك العربية لغير الناطقين بها تفضل السبب شكرا لكم على هذا السؤال أنا أعلم العربية منذ سنوات وليس من مدة قصيرة وعلمت العربية لأهلها والآن أعلم العربية للناطقين بغيرها في تركيا يا السلام لا شك أن هناك فرقا بين تعليم العربية لأهل اللغة وتعليمها لغير أهلها هناك فرق في المنطق يجب أن يدركه الأستاذ لا ريب في ذلك يجب أن يغوص الأستاذ في تفكير الطالب غير العربي لأن التساؤلات التي تخطر في ذهن الطالب غير العربي مختلفة الطالب غير العربي دائما يبحث عن المنطق يريد أن يفهم منطقيا لماذا هكذا لماذا هكذا لماذا هكذا ليس مثل الطالب العربي الطالب العربي هذه لغته نعم إذا شرحت له قاعدة أو شرحت له شيئا لا يعترض ولا يبحث عن المنطق لأنه هكذا يتكلم أما الطالب غير العربي الطالب الأجنبي فيحتاج إلى أن يقتنع منطقيا وهنا يبرز دور المعلم في آلية الإقناع أحسن في كيفية الإقناع يجب أن يبحث عن منطق منطق إقناع منطق الإقناع وهذا يدخل ضمن العلل مثل ما يسمى علل النحو يجب أن تفهم علة هذا الشيء لماذا حدث هذا الشيء لماذا وقع هذا الشيء فمن أهم الأشياء التي يجب أن تتوفر عند طالب عند معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها المنطق يجب أن يفهم منطق اللغة وليس فقط أن يحفظ اللغة وبالتالي يلقيها إلقاء على الطالب غير العربي شيء آخر وهو مهم جدا أنا لاحظه من خلال تجربتي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها معرفة لغة الطالب مهمة جدا على المعلم وإن كان يعلم الطالب اللغة العربية عليه أن يتقن لغة هذا الطالب عليه أن يعرف منطق لغة الطالب أن يعرف منطقها ليس شرطا أن يتقنها ليس شرطا أن يتقنها إذا عرف منطقها فهذا يسهل عليه كثيرا ويقنع الطلاب أكثر لأنك تعلم أن الممكن أن يكون الطلب متعددي اللغات ليس على لغة واحدة فمثلا هل يمكن أن أذكر مثلا باللغة التركية تفضل لكن يجب أن تترجم طبعا سأترجم هناك الفعل ضرب أو الفعل الضرب هم يستغلون المصدر فعلا نحن في العرب نقول ضرباني هذا الفعل متعدل يحتاج إلى مفعول به نعم في اللغة التركية يقولون باناوردو إلي ضرب إلي إذا أردت أن أترجمه إلى اللغة العربية فستكون الترجمة هكذا ضرب إلي عندما أقول للطالب في العربية ضرباني الطالب لن يتقبل هذا المنطق يريد أن تقنعه ففورا يخطر في بال الأستاذ الذي يعرف منطق اللغة ويعرف تنوعات اللغة في اللغة التركية يخطر في باله مثال آخر هم يستخدمون فعلا آخر في اللغة التركية بمنطق اللغة العربية فيقولون بني دوردو أي ضرباني تماما فعندما أقول للطالب هكذا الطالب ينقطع تساؤله و يهز رأسه ويقول تماما هكذا فمعرفة منطق لغة المتعلم غير العربي يساعد كثيرا ويختصر من الوقت كثيرا في بعض الأحيان سنتحدث أكثر في هذا الموضوع يا دكتور ولكن أريدك أن تزيدنا من الشعر الآن طبعا وأن تتم القراءة طبعا لا تكن بخيلا لا لا حاول أن تطيل قليلا لا بأستفضل كلها لكم ما زلنا في شعر المناجاة والوعظ أقول يؤخر الله بعض الأمنيات لنا لحكمة حجبت عنا معانيها حتى إذا يأست منها القلوب أتى غيث العطايا بجود الله يحييها يا سلام أجمل بقلب صبور طال موعده خير القلوب التي أبطت أمانها يا سلام نعم لك أن تواصل وأيضا ننتقل هنا إلى حبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد رسول الله يا سلام لا يطيب الكلام دون أن نعرج ودون أن نزين هذا الكلام بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وبالتغني عليه الصلاة بصفاته الجميلة تفضل أقول يا صاحب الحوض المنادي أمتي يوم القيامة يا شفيع المذنبي لرغم تقصيري وشح مؤونتي قلب بحبك ثابت لم يرتب يا سلام يا صاحب الحوض المنادي أمتي يوم القيامة يا شفيع المذنبي لي رغم تقصيري وشح مؤونتي قلب بحبك ثابت لم يرتب عظيم وقلت أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هديك يبعث الأنوار للتائهين وكل من قد حار ما زال هديك يبعث الأنوار للتائهين وكل من قد حار كنت البصائر للقلوب الحيرة وحللت في مقل الورى أبصار يا سلام أيضا هنا أتذكر أمي رحمها الله أسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين أمي التي ما استطعت أن أحضر جنازتها كنت هنا الاغتراب ومرارة الاغتراب وظروف الاغتراب توفيت قبل سنوات وكتبت هذين البيتين عند سماعي لخبر وفاتها أسأل الله أن يرحمه أعزائك أنك تبقى من بعدها بارا بها أسأل الله أن يجعل ذلك أسأل الله أن يجعل ذلك الله أمي تفضل يا أستاذ أقرأ علينا ما زال يفجعني ذا الموت مصطفيا مني الأحبة فردا تلوه فرد يا الله ما زال يفجعني ذا الموت مصطفيا مني الأحبة فردا تلوه فرد حتى منيت بموت الأم لا ألم حتى منيت بموت الأم لا ألم في الكون مثل وفاة الأم أو فقد يا الله نحن في سوريا تعرف اعتدنا الموت فخبر الموت أصبح خبرا معتادا بينكم عقد اتفاق مع الموجع وأهل فلسطين وقبلنا تفضل زدنا يا أستاذ هذا أيضا يأخذنا إلى أهل الوجع الذين قبلنا أهل النضال فضل إلى أهل النضال وأهل الوجع الذين قبلنا أهل فلسطين حفظهم الله وبرك الله فيهم أهل البطولة والشهامة أقول يا قدس رغم جراحنا في الشام ما زلت فينا أوجع الآلام يا الله يا قدس رغم جراحنا في الشام يا قدس رغم جراحنا في الشام ما زلت فينا أوجع الآلام يا الله وأقول أيضا لفلسطين فداك المال والنفس سراجا نور يا قدس فلسطينية أبدا تزاحم مجدك الشمس فلسطينية قلبي على شطآنكم يرسل ستبقين الهدى مهما تخاذ الحاكم بخص حسنت أيضا قلت في أيام حرب غزة الأخيرة غزة الأبية غزة الصمود أسأل الله أن يجعلها غزة دائما في قلوب أعدائها قلت الفجر يسطع من لهي بالمدفع إن ضج بالإيمان ما في الأضلع الفجر يسطع من لهي بالمدفع إن ضج بالإيمان ما في الأضلع وإذا رجال صادقون تقدموا الفيت شبل عدوهم كالضفدع وشهاب صاروخ بليلة ظالم أمضى وأبلغ من بيان الأصمع يا سلام وعلى ذكر الجراح والمواجع آتي إلى الشام الجريحة فأقول لها لله جرحك يا شآم الصابرين يا الله يا مو إلى الأمجاد والعز المكين قاومت وحدك بالعزيمة من طغى لم تستكيني رغم كيد الكائدين ورفعت صوتك منذ أول صيحة لا هم غير كمالنا أبداً معين أحسنت يا شام مهما طال ليل جراحنا وتآمروا فالله خير الماكرين ما اشتدت الأهوال أو ضاق الرجا إلا ليسطع بعده الفتح المبين أحسنت وعلى ذكر سوريا والشام أذكر مدينة الحبيبة منبج مدينة منبج يا سلام مدينة الشعراء أهلي هناك وأناسي هناك وأقربائي هناك وأصدقائي هناك تفضل أقول لفيك منبج إلف لو يقطعني إرباً لكان رضا نفسي بما فعل يا سلام لفيك منبج إلف لو يقطعني إرباً لكان رضا نفسي بما فعل ولو يرش بملح نسف ما جرحت يداه قال الجراحي زد لنا عسر يا سلام يا سلام ما هذا الولاء ما هذا الوفاء بلدي ومدينة التي نشأت فيها قلت لها أيضا ولحلب عين لمنبج والأخرى على حلبا عين لمنبج والأخرى على حلبا والقلب بينهما دمعاً قد ينسكب يا الله إن كان أتعبنا الهجران يا وطني فالصبر من أمل أجلالنا التعب يا والله أيضاً خصصت حلب عندما حوصرت وعانت ما عانت بأبيات من الشعر قلت لها نضب الدموعي مثل حبر يراعي وتخاطفت ريح الهموم شراعي نضب الدموعي مثل حبر يراعي وتخاطفت ريح الهموم شراعي ما عدت أملك نحو جرحك حيلة حلب الإبائس وتضرع داعي صدقت صدقت الله يا أستاذ محمد سنعود إلى وجبة شعرية أخرى ونقاش مستمر لكن قبل هذا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا أهلاً بكم مشاهدين الكرام ومرحباً بكم من جديد ولمن التحق بنا في هذه اللحظة معنا هنا في الأستوديو الشاعر ومعلم اللغة العربية البارع الأستاذ محمد الإبراهيم حي الله أستاذ إبراهيم حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد مرة أخرى وقبل أن نذهب إلى وجبة شعرية جديدة دعنا نعود ونتحدث عن عظمة مهنة المعلم كثيرون يرون أن مهنة التعليم للأسف في زماننا يرونها مهنة هامشية أو تكميلية أو ثانوية لكنها هي تأسيسية كما تفضلت كيف يمكن تغيير هذا الفكر السائد لدى كثيرين وبث وعياً أو وعياً حقيقي في نفوسهم ليعلموا أن منزلة المعلم والمهمة التي يقوم بها ليست عبثاً وإنما هي تأسيسية ومهمة كثيراً نعم يكفينا في هذا المجال أن نعرف أن أول معلم هو النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام عليكم علم البشرية كلها فعلاً أشرف مهنة لو لا النبي صلى الله عليه وسلم لم اهتدت البشرية إلى ما اهتدت إليه هو المعلم الأول فالمعلم هو المعلم الأول طبعاً فالمعلم هو الذي ينير دروب الحيارة حسن هو الذي يهدي الضالين إلى طريق الحق إلى طريق العلم إلى طريق النور يجب أن نتمثل هذه المعاني كي ندرك قيمة التعليم وقيمة المعلم فإذا تمثل الإنسان هذه المعاني وهذه القيم سيعرف أن المعلم هو أساس كل تطور أساس كل تقدم أساس كل خلق حميد في هذا المجتمع أحسنت أستاذ محمد عن الفعاليات الثقافية وما تضيفه لطالب العلم خصوصاً طالب اللغة العربية إن كان من الناطقين بغيرها يعني كثرة الفعاليات الثقافية التي تعنى بالعربية وتكون موجهة وتستهدف أو نستهدف من خلالها الناطقين بغيرها هذه الفعاليات إلى أي مدى ترى أنها مهمة بتثبيت حب العربية لغة ومجتمعاً وثقافة وتاريخاً في نفوس الناطقين بغيرها حدثنا عن مدى أهمية هذا الشكل من أشكال الفعاليات شكراً لك على هذا السؤال الجميل البديع اللغة من أهداف تعلمها التواصل نعم اللغة ليست شيئاً جامدة من أهداف تعلمنا للغة أن نتواصل مع أهلها فهذه النشاطات الثقافية تكون مجالاً وتكون هدفاً وتكون طريقاً ووسيلة للوصول إلى هذا التواصل هذا من ناحية من ناحية أخرى الطالب الذي يتعلم اللغة العربية ويشارك في هذه المنتديات وفي هذه النشاطات والفعاليات يجد نفسه أحسنت ويكتشف قدراته تبسط جسر طبعاً ويقف أمام الناس وأمام الحاضرين فيقول أنا أعرف اللغة أنا استطعت أن أؤدي شيئاً أنا استطعت أن أعبر عن نفسي فهذا يعطيه دفعاً كبيراً جداً للمواصلة في طريق تعلم اللغة العربية يشعر أنه أنجزاً ويشعر أنه أثر اللحظة التي هو بها صحيح وأثر بأهل العربية أو بمن يشاهدونه طبعاً ويشجعونه وربما يصفقون له هو بالتالي يحفزه على المواصلة على المواصلة والاستمرار ربما كان هناك نماذج حية من طلبتك أطلعوك على بعض هذه القصص والمواقف وقالوا لك إننا وجدنا تشجيعاً مثلاً من بعض العرب أو من بعض من شاهدونا جعلونا نتشبث بالعربية أكثر هناك طلاب لدينا من الأشياء اللطيفة الجميلة فضل حدثت هنا في تركيا هناك طلاب لدينا من طلابنا أصبحوا الآن يقدمون برامج باللغة العربية وجمهورهم الذي يتابعهم من العرب يا سلام ليس لديهم جمهور أصبحوا يستهدفون العرب نعم وهم محبوبون عند العرب كثيرة الآن فهذا لا نستطيع أن نصل إليه بدون هذه الفعاليات وهذه النشاطات وهذه الجسور التي تصلنا بأهل اللغة على الطرف الآخر أحسنت أستاذ محمد قبل أن نذهب إلى وجبة شعرية جديدة أريد منك أن تكلمني أكثر عن المؤسسة التي تعمل بها وهي تعنى كثيرا بتعليم العربية لغير الناطقين بها نعم وهذا الاهتمام نابع من حرص من يؤم هذه المؤسسة ويقف على شؤونها نابع من حرص على العربية صحيح وخدمة هذه اللغة صحيح ربما من أو منذ سنوات ممتدة نعم كلمنا عن هذا المشروع تفضل أنا أعمل في جامعة التاسع والعشرين من أيار في إسطنبول في قسم التحضيرية وقسم تعليم اللغة العربية لناطقين بغيرها هذه الجامعة شهادتي مجروحة بها صراحة لكن رغم ذلك سأقدم وأحكي لكم ما رأيت وما لمست وما عملت به عليك أن تدلي بهذه الشهادة كاملة غير من خلصة تفضل شهادة لله قبل كل شيء ونحن عليها شهود هذا القسم تحت إدارة الدكتور الحبيب العزيز إبراهيم الحلالشة حضر الله وأنا أوجه له تحية خاصة وأشكره شكرا خاصة الذي قدمه للغة العربية في تركيا على الأقل نعم لم يستطع أحد أن يقدمه يا سلام ليس لأننا نعمل معه لكن هذه شهادة لله وللتاريخ لأن البرنامج الذي نتبعه في تعليم اللغة العربية في هذا القسم برنامج أستطيع أن أزعم أنه ليس له مثيل بهذه الدقة وهذه المتابعة كنت قبل أيام معه مع الدكتور إبراهيم حفظ الله تحية له من هذا المنبر قال لي نحن ليس عندنا أوقات ودروس فارغة نصرف الطلاب فيها إلى البيت أو إلى المكتبة أو إلى الحديقة ليس عندنا هذا التوجه وليس عندنا هذه العقلية وهذا المنطق الطالب كل دروسه ممتلئة الطالب دائما مع اللغة العربية دائما مع أساتذة اللغة العربية يا سلام هذا برنامج لا يستطيع أن يقدمه كل شخص بهذه الدقة إلا المنتمي والمؤمن بما يقدم لهؤلاء الطلاب والدكتور إبراهيم حفظه الله هو متقن للغة التركية واللغة العربية واللغة الإنجليزية وقبل قليل تحدثنا عن المنطق عندما تعرف منطق اللغتين فأنت تعرف أين تضع يدك على مكام الألم والحاجة وكأنك طبيب وما يبحث عنه هؤلاء الطلبة الذين جاءوا وابتنعوا وآمنوا بما لديك من قدرة وبما لديك من علم حتى يستفيدوا منه وكذلك أظنكم حرصين كل الحرص على إقامة الفعاليات التي تحبب هؤلاء الطلبة بالعربية طبعاً ولديكم برامج ثابتة لدينا في قسم التحضيرية في هذه الجامعة برنامج مشترك كل يوم أربعاء برنامج أسبوعي يتابعه ويشرف عليه الدكتور إبراهيم بنفسه هذا البرنامج يقدم الطالب نفسه فيه هذا البرنامج يشعر الطالب فيه أنه موجود أن اللغة التي تعلمها حية قابلة للتبادل قابلة للنشاط قابلة للطرح قابلة للإظهار وليست لغة كامنة في داخله فقط فهذا البرنامج له أثر كبير جداً في إظهار قدرات الطلاب وإعطاء الشجاعة والقدرة للطالب على ممارسة هذه نرجو لكم كل توفيق في مؤسستكم وأن يتواصل عطاؤكم رفقة كل من يؤمن بضرورة خدمة هذه اللغة العالية التي نتشرف بحمل رسالتها من هذا المنبر إلى جميع الأساتذة العاملين معنا في هذه الجامعة كل منهم له جهد مبارك وخاص وإخلاص يستحق الله صدقت إلى وجبة شارية جديدة وجبة دسمة كاملة متكاملة بارك الله فيكم قرأها علينا كاملة ولك أن تقدم أو أن توضح أو أن تشرح ما تحب شرحه بارك الله فيكم جئنا إلى مدينة إسطنبول المدينة التي أقيم فيها أصبحت مدينة الثانية بلدي الثانية تفضل كنت في مدينة أخرى قبل سنوات وأخذني الحنين إلى إسطنبول ابتعدت عن إسطنبول أياما معدودا فأخذني الحنين إليها فكتبت لها قائلا ما إن بعدت عن إسطنبول في سفر إلا تركت بها روحا لملتعج ما إن بعدت عن إسطنبول في سفر إلا تركت بها روحا لملتعج قلبي يؤذن خمسا في مساجدها والعين تسجد إجلالا وحب شجد يا سلام قلبي يؤذن خمسا في مساجدها والعين والعين تسجد إجلالا وحب شجد رظيم وقلت أيضا لإسطنبول كنت عزبة قبل أن أتزوج وتعرف هناك شيء يسمى السميت هنا في تركيا نعم والعزب لا يستطيع أن يهتم بنفسه خصوصا في أوقات الفطول طبعا السميت مشاهدين الكرام هو عبارة عن شكل أو نوع من أنواع الخبز يتناوله الأتراك كعادة يومية بكثرة خصوصا في أوقات الصباح ويحلو مع القليل من الشاي لك أن تكمل يا أستاذ فكنت عزبة وكنت أقضي صباحي على الشاي والسميت نعم فقلت على شاي يصاحبه السميت يعيش صباحه العزب الشتي وإن حل المساء تجده فردا يتيم القلب محزونا يبيته به جرحان بعد عن ديار وحال عزوبة مر مقيت يا الله به جرحان بعد عن ديار وحال عزوبة مر مقيت ولو لم يلقى في اسطنبول أنسا لطال فؤاده الهم المميت يا الله ولو لم يلقى في إسطنبول أنسا لطال فؤاده الهم المميت أحسنت أحسنت كذلك قلت عن إسطنبول أخذت هذه الفكرة من تقلب جو إسطنبول نحن الآن في هذه الأوقات ترى وترون جميعا كيف يتقلب الجو في إسطنبول فخطرت في بالي فكرة استخدمتها في هذا الشعر قلت لقد تقلب منك الود ناحيتي كما تقلبت إسطنبول أجواها لقد تقلب منك الود ناحيتي كما تقلبت إسطنبول أجواها في الصبح مشمسة والعصر ممطرة وفي المساء ربيع الخير يخشأها يا سلام لن نحرجك فنسألك عن من استكثرت عليك هذا الود ولكننا سنطلب منك أن تزيدنا من الشعر أبياتا هناك أبيات لها قصة سأذكر قصتها بشكل سريع كانت هناك فتاة تركية اسمها إبرو أزكام ذهبت إلى فلسطين قبل سنوات وزارت مدينة القدس وتعرضت للاعتقال على أيدي المجرمين الإسرائيليين في تلك البلد وبعد مدة أظن بعد ثمانية وعشرين يوما خرجت فرأينا لها صورة انتشرت في الإعلام أنا أوجه لها تحية أنا لم أتواصل معه ولا أعرفها معرفة شخصية لكنك كتبت عن هذا الموقف شعرت فكتبت كان لها صورة بالأصفات وهي مبتسمة فاستحضرت سورة عمر المختار فقلت لها عزة تسم على هام الجبال وشموخ صيغ من ثوب الجلال حاكت المختار في أصفاد حر وابتسامات وزهو واختيال قيدها فخر وللمحتل عار قيدها فخر وللمحتل عار فاقد الأخلاق مرتاد الضلال تلك أبرو أمة في شخص أنثى تلك أبرو أمة في شخص أنثى تلك بنت المجد أخت للرجال تلك بنت المجد أخت للرجال وأنعم بها من رسالة أستاذ محمد سنواصل أكيد في هذه الحلقة لكن لابد من استراحة شاهدين الكرام نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثمن واصل لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد ومعنا في الأستوديو الأستاذ محمد الإبراهيم حيا الله أستاذ محمد الجمع ما بين فن الشعر وما بين المهام الدراسية والواجبات وكل هذه الأمور التي إذا مزدحمت عليك في الحياة يعني تضاعف من مشاغلك ومتاعبك وترهقك كثيرا كيف تجد وقتا لكتابة الشعر وإن كانت أبيات قصيرات الشعر شعور الشعر لا يحتاج إلى وقت الشعر يحتاج إلى إحساس تلبيه إذا نذاك هل تؤجل نداءه أو لإجابة لا تستطيع حتى وإن كنت في محاضرة لا تستطيع حتى وإن كنت في محاضرة سأتي إلى قصيدة وأكتب ربما يظن الرؤسائك في العمل الآن أنك قد مثلا تقصر في عملك حينما يحضر إليك وحي الشعر في محاضرة فتجلس وتكتب أحيانا أمسك القلم وأكتب يا سلام أحيانا وتقرؤها على التلاميذ وسجل في هاتفي لم يحصل هذا لكن ربما نفعله إن شاء الله تعالى يا سلام الشعر شعور أحسن الشعر ليس عمله كي يحتاج إلى وقت الشعر شعور عندما يناديك الشعر فيجب أن تلبيه أحسن فلا يحتاج إلى وقت لذلك ليس كل من تعلم اللغة استطاع أن يكتب الشعر لأنه قبل كل شيء يحتاج إلى شعور بعضهم يعرف اللغة ويعرف الأوزان ويعرف كل تفاصيل ولكن لا يقوى ولا يستطيع أن يكتب الشعر لأن الشعر شعور تخدمه الأدوات وحضرتكم أيضا تصدرون الشعر وتعرفون هذه عن فكرة المزج الثقافي المزج ما بين ثقافتين بين حضرتين بين لغتين بين أمتين إلى آخره وما نحتاجه والمتاح يعني هناك شيء نحتاجه أو نسمو إليه أو نتطلع إليه وهناك واقع معين ربما يختلف قليلا أو ربما كثيرا عما نتطلع إليه هنا دعنا نتحدث حسب تجربتك الخاصة كيف يمكن لأي مجتمع عربي في مجتمع لا يتحدث العربي ويتكلم بلغة أخرى كيف لهذا المجتمع العربي كبر أم صغر من حيث المساحة والعدد كيف يمكن له أن يختلط جيدا بهذا المجتمع ما المطلوب حتى نكسر حجز الصمت حجز الرهبة وهذه الهيبة تفضل شكرا لكم على هذا السؤال الجميل أسئلتك كلها ما شاء الله الله يحفظك تسلم مفتاح التواصل اللغة وعندما لا تمتلك اللغة فلم تستطيع أن تعبر عن نفسك كيف ستعبر عن حبك لشخص إذا كنت لا تعرف لغته نحن نحب الأتراك ونحب شعب التركي وبمناسبة زوجتي تركيا وليس عندنا هذا التمييز نحن أيضا ونحن متعايشون جميل جدا طرحك هذا المثل فأنا تجربة حية لهذا الشيء يجب أن نمتلك مفاتيح التواصل نفتاح الوصول إلى قلوب غير الماطقين بلغتنا أن نتعلم لغتهم لكن يا أستاذ محمد قد يقول لك قائل أنت تطرح المعجز علينا أنت تطلب الشيء الكبير الذي ربما لا يقوى عليه كثيرون والبديل ألا يمكن مثلا الاستعادة عن ذلك بأن يكون هناك وسطاء مثلا من المشتغلين باللغة من المتقنين لللغتين بحيث يلعبون دور الوسيط أو الجسر ما بين أصحاب هذه اللغة واللغة الثانية العربية والتركية مثلا العربية والإنجليزية وهكذا يعني ربما باعتقدي ليس شرطا أن يتقن الجميع لغة الجميع وهنا يكمن دور الوسطاء مثلا أنا لم أقل أن يتقن إتقانا تاما قلت اللغة مفتاح فإذا امتلكنا ما نستطيع من خلال التعبير والتواصل مع الطرف الآخر فهذا يكفي الدرجة الأولى يعني الحد الأدنى بالضرورة ينبغي على كل مقيم في دولة أن يعرف الحد الأدنى من هذه اللغة نعم إذا أردت أن أتواصل مع شخص تركي ولا أعرف أي كلام بتركية أنا أحبه وجاري وأريد أن أتواصل معه كيف سأقول له السلام عليكم كيف لا يفهم العربية ماذا فعلتم اليوم كيف عالكم ما الأمور لا يفهم أحبه علينا أن نتعلم يعني الحد الأدنى الذي يعيننا على التواصل اجتماعيا الذي يعيننا على قضاء بعض الحوائج على الأقل فأنا أعطيك مثالا تفضل أنا أحبك كثيرا ولكنك لا تعرف لغتي كيف سأوصل إليك حبي أحسنت من خلال المترجم أنت قلت يجب أن يكون قلت قد يكون هناك وسطة هناك مترجم بيننا وأنا أشرح له وأطيل في الشرح وهو ينقل لك هذا الشيء بلغة أخرى تفهم لكن لا تحس الترجمة شيء آخر الترجمة لا تنقل الإحساس لأن المترجم ربما يقصر متقصدا أو مخفقا بإيصال الإحساس نعم إحساس هذا المتحدث باللغة لكن حينما أتحدث أنا فإنني أنقل مشاعري وأحاسيسي للآخر يفهم ما تريد يفهم شعورك يفهم إحساسك عندما تتكلم بلغته أحسنت في التركية يقولون كياما بمعنى لا أحتمل أن يصيبك أذى يا سلام ما أجمل هذا المصطلح كيف تستطيع أن تعبر عنها كيف تستطيع أن توصل له مرادفها كيف سيشعر بها إذا تكلم إذا ترجمها المترجم عندما تقول وهو يسمعه منك سيسعد أيما كياما نعم مع الملامح نعم مع نبرة الصوت نعم أحسنت فلذلك اللغة مفتاح القلوب أحسنت والشعر كذلك باب من خلاله ندلف إلى قلوب الكثيرين وأنعم بالعربية وشعر العربية من باب وسيدخله الكبار أمثالكم أستاذنا إلى وجبة شارية جديدة تفضل كنا نتحدث عن الاندماج والتواصل والتفاعل بين الشعبين نعم ومن هذا الباب أنا ترجمت جزءا من نشيد الاستقلال التركي يا سلام ترجمته شعرا وليس ترجمة حرفية هاتي أسمعنا قلت لن تنطفي راياتنا الحمراء تسبح في السماء فلا تخف كن واثقة لن تنطفي ما دام آخر موقد في موطني بالنار يشدو خافقة هي لي ستلمع دائما ولأمتي نجما ينير دج الليالي باسقة هي لي أنا ولأمتي لا غيرنا ستظل ما عشنا شعاعا بارقة يا السلام يا السلام قدمت نموذجا آخر مثل هذا النموذج لكن غيرت في أواخر الأبيات نعم فقلت لن تنطفي راياتنا الحمراء تخفق في السماء فلا تخف ما دام آخر موقد في موطني بالحب يلهب والشغف هي لي ستلمع دائما ولأمتي نجما يطل على الشرف هي لي أنا ولأمتي لا غيرنا رمز البطولة والشرح يا السلام قبل أن واصل بأشار أستاذ محمد كلمني عن الصعوبات التي يجدها من يترجم نصا شعريا بلغة إلى لغته الأم ما الصعوبات التي تواجهك الأدوات التي يجب أن تمتلكها الأدوات التي يجب أن يمتلكها المترجم هناك ترجمة شعرية وهناك ترجمة ليست ترجمة شعرية هناك أنواع للترجمة ترجمة ألفاظ وهناك ترجمة شعور وحاسيس نعم المترجم الحذق الماهر الذي يستطيع أن ينقل الشعور مع الحفاظ على المعنى هذا يحتاج إلى أدوات على الأقل على الأقل أن تفهم النص الأصلي بلغته يا السلام كي تستطيع إذا فهمت النص الأصلي بلغته بمعناه الحقيقي عند ذلك تستطيع أن تنقله دون أن تغير المعنى وأن يكون لك مخزون لغوي من لغتك الأم قادر على ترجمة اللغة الأخرى التي تترجمها صحيح لذلك لا يكفي أن نعرف فقط اللغة بعد ذلك تصبح الترجمة جامدة فالترجمة تحتاج إلى الغوص في المعاني عمق المعنى كي ننتج جوهر الشعور صحيح ننقل جوهر الشعور أنا عندما قرأت قبل قليل كنت تتفاعل معي لو قرأته لك باللغة التركية ربما لن تتفاعل هذا حسن لأنني حاولت أن أنقل المعنى كما هو في اللغة الأم وأضفت إليه الشعور نعود من جديد إلى الشعر تفضل بارك الله بارك الله فيكم هناك قصيدة لها قصة قصيرة كنا في دورة اللغة العربية التي أقامتها جامعتنا قبل سنوات نعم بإشراف الدكتور إبراهيم الحلالشا واستمرت الدورة عشرة أيام تقريبا وحدث بيننا محبة وبين الأساتذة الذين كانوا كان منهم من جاء من مصر ومنهم من جاء من بلدان أخرى فحزنت عندما افترقنا فقلت بيتا واحدا فعندما سمعه الدكتور إبراهيم قال لو أنك تضيف إليه أبياتا أخرى فقلت هذه القصيدة لا تتركه يتيما أجعل له إخوة وحسرة وعائلة تفضل قلت نظمت عن الفراق بحر دمع يتيما ما قصدت له إخاء فحركني إلى الإكمال داعي من الدكتور إبراهيم جاء يا سلام فقلت ولي من الهجران جرح أكتمه فيزداد جلاء يا الله فقلت ولي من الهجران جرح أكتمه فيزداد جلاء من جديد فقلت ولي من الهجران جرح أكتمه فيزداد جلاء يا سلام ألا هل من سبيل أهتديه ألا هل من سبيل أهتديه فألقى من فراقهم نجاء وما من علة إلا ويلفي لها الحكماء في الدنيا دواء سوى داء الفراق سوى داء الفراق العمر يقضى ويأبى ذلك الداء انقضاء لقد عظم الفراق على فؤادي إلى أن صرت أجتنب اللقاء يا الله لقد عظم الفراق على فؤادي إلى أن صرت أجتنب اللقاء كان هذا البيت الذي قلته أولا يا سلام هذا أول بيت قلته وعلى أساسه بنيت النص الكامل يا سلام يا سلام ما أجملك أستاذ محمد تفضل زدنا زدنا لا يزال في الوقت بقية وإن قلت هذه البقية إلا أننا سنسمع منك ما تبقى من أشعار في هذه الوجبة المتوفرة بين يديك هذه الأبيات أهديها لزوجة الحبيبة وهي معنا هنا في الستوديو حفظها الله قبل أن نتزوج نظرت إلى حسابي في فيسبوك وأنا أكتب الشعر منذ سنوات وأحيانا يكون في بعض أشعار شيء من الغزل وهكذا فعندما نظرت وقرأت أشعاري الغزلية قالت لمن كنت تكتب هذا الشعر هل هناك حب قديم وهكذا فصغط هذا المعنى شعر وأجبتها تفضل رأت لي أبيا تحب فقالت لمن كنت تكتب شعر الغزل رأت لي أبيا تحب فقالت لمن كنت تكتب شعر الغزل أثم تحب قديم تراقد مضاءم إلى اليوم يهدي الجذل يا سلا كذا سألتني بقلب غيور وشك رمته علي المقل فقلت وفي ثبات بريء فقلت وفي ثبات بريء سريع الجواب عديم الوجب لقد كنت أهنيك أنت بشعر يا سلام كذا الشعر يرنو إلى ما قبل فكنت كما قد حلمت قديما وكان هواك الذي قد حصل يا سلام يا سلام يا أخي ما بتغلب شاعر الطبيعي لك ألف مخرج خلص نفسك حتى تخلص نفسك أسأل الله أن يجعل كلامنا خفيفا آمين يا رب آمين بارك الله فيك أستاذنا لك أن تزيدنا بطقطوقة شعرية قصيرة قبل أن نختم تفضل أيضا في سياق الغزل قلت ذا فؤادي بعدكم قد أوحشا واعتلال اليوم بالحال وشا ذا فؤادي بعدكم قد أوحشا واعتلال اليوم بالحال وشا إن قطعت الوصل فالشوق مشا لاهجا بالحب نارا في الحشا يا حبيبي كلما أخفي الهوى طار كالريح سريعا وفشا يا السلام حيك الله أستاذ محمد الإبراهيم وأنت الشاعر الحذق والمعلم اللبق بورك فيك وأسأل الله لك مديدة حياة وطيبة أثر وصلنا إلى ختم هذه الحلقة في الختم ماذا تود أو ماذا تحب أن تقول شكرا لكم على هذا اللقاء الذي أتاح لنا هذه الفرصة فرصة الإطلال على جمهور أوسع من خلال منبر هذه القناة الكريمة القناة ذات النهج المتزن ذات النهج الجميل صراحة فأسأل الله سبحانه وتعالى أنكم قد دخلنا قلوب الآخرين أو أدخلنا شيئا من السعادة من خلال برنامجكم القيم والجميل وهذا مما لا شك فيه أستاذ محمد الإبراهيم معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها وكذلك الشاعر المتميز بلغته الطيبة وقلبه الذي ينبض عذوبة وشوقا إلى أهلها صلى الله العظيم أن يكرمك بما ترجو وما تترقب سماعه من أخبار مفرحة وصلنا إلى ختم هذه الحلقة نرجو من الله أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا من جديد تكرار مثل هذه اللقاءات أنا أحب وأرجو أن يكون هذا الحب متوفرا لديك كذلك شكرا جزيلا لك شهدنا الكرام بهذا ناصل وإياكم إلى ختم حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجادد لقاؤنا وحتى ذلك الحين لكم مني أطرب التمانية دائما في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر